مرحبا بكم في فيديو اليوم. في هذا الفيديو نفعل شركة فاندين بيبس هذا الريفيو سيكون صادق 100% لأن نقول لكم المشاكل لها الشركة والمميزات لها الشركة هذه الشركة تكون وجهة بشخص من الناس الذين لا تبطين ولكن الذين لا يكون لديهم علم عن كل حوائج المتعلق بالشركة ولكن في هذا الفيديو سننضر على كل شيء المتعلق بهذه الشركة كما قلنا الحسنات والسيئات في هذه الشركة واحد الرأي الذي سيكون نوتر لا أريد العدوة عن هذه الشركة أو أنني ندخلناها وارشحوا هذه الشركة الأول اللذي أريدها هي القوانين وهذه الشركة إذا زينا نراهم من نحية القوانين سنجد معي التمييز على مؤسسة من ناحية القوانين سوف نضيف لإسمح القوانين ما هو شكل هذه الآيون لكي تأخذ أهلاك إلي أول ve ألم تنتظر والآمن الثمثية هكذا الف相信 شكل هذه الحقيقة هجتم بإسمحكم ويأرب mahنايا لنهاية الوقت لم يكن تخرج القانون من القوانين فالحساب لبقى لك لآبد المنمم مهي بمقارنة مع تشريكة خرين يستحقق منام ثلث ايام تقريبا في الخمس ايام فهذا ما term spending أو الحساب المج banget لا يستحقق فان هذه الشركة من الربيع للجلب الحساب يعني نجحت في اختبار سواء 1% أو 5% ونبقى للحساب الذي ستذهب الماكسيموم ديلي لوست عاطين 5% ونورمال مو هذا العادي ديالقاع الشركات اللي عندهم حساب الاختبار المرحلتين كيعطوك 5% ماكسيموم ديلي لوست وماكسيموم لوست اللي هو 10% والدرو داون ديالهم من نوع البالنس بيست وش تديرين معاك هنا يا الايكويت ديالك ولا البالنس ديالك عموما مايهوج على 90 الف دولار حساب المئة الف دولار كميتة يعني كان عندك مئة الف دولار كيشرطوا عليك في الماكسيموم لوست ديالك انه مايهوج على 90 الف دولار وهذا هو درو داون العادي اللي كيتسمى بالبالنس بيست يعني انت يا عموما ماخصتك شتهوذ على 90 الف دولار نمشيو البروفيت تارجت وهناي فين كيكون الاختلاف مع شركة خورين حيث كيعطوك 8% تارجت ماش 10% لحقاش بساف ديال الشركة تارجت اللي كيعطو قد البروفيت تارجت قد الماكس درو داون ديالك الليفريج عطيين 1% والليفريج ديال 1% يكون موريح للقاء انواع الحسابات سواء عندك حساب صغير او لا حساب كبير فره الليفريج ديال 1% قد يكون موريح ليك فقط للحسابات الصغيرة كان منطح انكم تخدموا بواحد اللوت صايز اللي صغير نوعا ما نهودوا للحساب ديال الخمسالاف دولار وهذي علاش كيتتغروا بزاف ديال المبتدئين انهم يكونوا مع هد الشركة هذي للأسف بزاف ديال الناس ما كيشوفوش لونج ترم مع شركة تمويل يعني ما كيدربوش الحساب انهم يقلسوا 1-3-4-5-2 مع نفس الشركة ويكون معاهم واحد الكونطاكت بينهم وبين ذاك الشركة هذي كيكبروا راسهم فكيشوفو تامان اولا قبل ما يشوف اي حاجة ولا اي قانون كيمشي يطالع على التامان وفعلا كيقابل لحساب ديال 5000 دولار مبدئيا بادي ب 32 دولار مع العلم انه هذي شركة هذي كتقدمتها هي مجموعة ديال العروض اللي كيوصله تقريبا تل 40% بحلاكة خفيضات في هذي شركة هذي يعني ممكن تاخذ حساب ديال 5000 دولار فقط ب 20 دولار مع هذي شركة هذي وهذي الصراحة كتكون واحد حاجة اللي كتغري بزاف ديال الناس اللي مبتدئين واحد الحاجة بغيت نوضحها لها ديال الناس هذو اللي مبتدئين وبزاف ديال الناس اللي فعلا محترفين في مجال التداول ولكن ما عندهمش خبرة هذي البلان هذا شركة التمويل بكل بساطة منك تجيب الارباح ديالها او منك تجيب الفلوس باش تخلص الناس اللي بغيت تخرج فلوس من شركة التمويل عندها بكل بساطة وبكل صراحة هو من الناس اللي كيخسروا حسابات مع شركة التمويل ولكن انا يا كمتداول محترف متداول اللي كنحقق ارباح ما كنخسرش الحساب ديال ديالي فما عنديش مشكل انا يفهد البلان هذي ما يهمش منين شركة غادي تجيب الفلوس باش تخلص نانا اللي يهمني هو انه في اخر شهر من قولها نايا ويدراول الفلوس ديالي شحل مكان المونطون ديال دوك الفلوس هذو يخرجوا لي فلوس وفعلا هذي شركة هذي رفتالي ديال ديال شهر منها غادي تدروا الفلوس ديالك إذا ما كانوا شي مونطون الكبير بطبيعة الحال فرما غادي يعطوا لك الفلوس ديالك غادي تخرجهم عادي نمشيوا الى كنت في الفندد اكاونت ديالك فرما غادي يكون عندك نفس الشروط يعني نفس الحوائج اللي ما خاصتك تخرقهم اللي هو 5% ماكسيمم ديالي لوس ماكسيمم لوس ديال 10% البروفيت تارغيت ما كينش يعني اش هالمحق ديال الارباح غادي تخرجهم وعندك هنالليفريج ديالك 1% كيبقى هو نمشيوا الى هنا البروفيت سبلت ديالهم البروفيت سبلت ديالهم كيبت ديال معك 80% وممكن يدير واحد تسكيلين اوب الـ 90% يعني وصلت الى 90% وهذه واحد الحاجة اللي زوانتها هي يعني يبت ديالك 80% ديالك 20% ديالهم ولكن كما قلنا احنا الارباح ديالهم رها ماشي في ذيك الـ 20% اللي كيياخدوها لارباح في الناس اللي كتخسر حسابات دياله عندهم كذلك واحد البلان زوان ديال سكيلين بلان الجديد وغيف ه هاد شركة هاد ايشتوه صراحة مشتوه شركة اخرين اللي عندي معاهم تجريبة اللي هو كيعطوك واحد تسكيلين اوب للدرو داون ديالك يعني كيزيدوا لكم الدرو داون ديالك ما يكبروا لك في الحساب ديالك ولكن كيطلعوا لك الدرو داون ديالك كده عمليك نتايا بشتر ترتاح كتر في انك تداول حال مثلا بحساب المئة الف دولار اذا زادوا لك واحد في المئة او لا ثلاثة في المئة فراتوا اعتبر ثلاثة ثلاثة دولار هذه يعني واحد الكمية كبيرة ديال الفلوس وهادي حاجة زوائنا كذلك كاين سكيلين اوب ديال البروفيت سبليت كما قلناك يوصل تل تسعين في المئة وعندهم كذلك يقدموا لك شهرية من عند هاد شركة هاده ولكني لجينا نشوفوا قاعد القوانين هاده بالمقارنة مع التامان اللي هما دايرين ومبدائيا هنايا اللي تقدر اللي هو خمساله بثلاثين وثلاثين الف دولار فكتقول انهم مني غدي يجيبوا لي الفلوس باش يخلطوني قاعد هاد الشي هاده هاده هاد شركة هاده ما عندهاش البلان ديال انها تنصب عليك فالويدرول ديالك غدي يوصلك ولكن فين كين الخدعة وفين كين المشاكل اللي كتقلل بها الحسابات اللي فانضد مع هاد شركة هاده هو في البان العشوائي ان هاد شركة هاده المشكل الواحد ديالها فانها ممكن تنصبح تلقى الحساب ديالك فانضد حساب الفانضد ماشي رحنا ما رحنا ندرع التاست تلقى الحساب ديالك مقلوع علاش كيقول لك اول حاجة ممكن يكون تباب ديالك انت هي مدركت ستو بلوس فاحدة صفقة يعني انت هي كنت كتسكالبي لنفتارد انك كنت ك وفي الساعة المارشي اعطاك تارغيت ديالك خرجت بلا ما تدير ستو بلوس ديالك هاد السفقة هاده يبانيوك عليها هو واحد السبب اللي مزعج جدا ما يخليك ترتاح مع هاد الشركة هاد كما قلنا من ناحية كل شرط الاخرين فهاد شركة مزيانة ولكن هاد السبب هذا ديال البان العشوائي ماشي زين حاجة اخرى ممكن تارغيت ديالك لا تدير تيك بروفيت ديالك يبانيوك عليها ممكن للأسف تبدل باسا ديالك مثلا تكون خطام بواحدة باسا تولي في التليفون ديالك يعني وتبدل الاي بي ديال الميتا تريد او الاي بي دية الداش بورد ديالك يبانيوك علي هاد الابناء هاد كي تسببو جدا على الحساب الي ممول ديالك يعني يلقوا لك غش اتغرق منين يقدرو يبانيوك ويبلعوك الحساب الي ممول ديالك الي هو الحساب الحقيقي لايف يبلعوك الحساب ديالك هاده هو المشكل ديال هاده شركة هاده ولي كيخليني اني مرشحاش سيرتو خصوصا خصوصا للمبتدئين حتى انتها كمبتدأ ستوبلوس وتيك بروفيت ديالك وهت حاجة الل غد يكونوا مكينيش دائما يعني انت هيك مبتدئ يلا ركت تعلم ممكن تنسى ستو بلوس ديالك ممكن تنسى تيك بروفيت ديالك ممكن ما تعرفش فين تحط ستو بلوس ديالك فما تضطرش انك تحط ستو بلوس فهذه المشاكل هادو عند المبتدئ انك يكونوا موجودين بزات من ناحية الاي بي كذلك انت هي ممكن تضطر انك تسافر ولا يتبدل الاي بي ديالك هاد شركة هذي يبانيولك الحساب ديالك ممكن ما تريدش واحد لمدة تلقاهم بناولك الحساب ديالك يعني هاد الشركة هذي كيفاش تدير انها تقلل الخسائر ديالها تقلل تخرج ديال الفلوس ديالها فانها تباني الفاندد اكاونت كتسبب على الفاندد اكاونت لذلك انا يا مكان نرتاحش نهائيا انني نتداول مع هاد شركة هذي لعقش انا عارف براسي انسان وغادي ندير ندير الغلاط انسان ستو بلوس ديالي انسان ستا تيك بروفيت ديالي نبدل الاي بي ديالي كان بزاب ديال الحويج من يشدوني هاد شركة ويرزيوني في الفاندد اكاونت ديالي لذلك للأسف هاد شركة هذي انا ما عنديش معها حساب وعمر غادي ندير معها حساب تنعرف بلا سوف ينبقوش كيتسببو على الناس بهالطريقة هذي تنعرف بلا حسنو مهاد شهاده عاد غادي نقرر انني شري معها حساب لحقا شخصيا كي عجبني شري حسابة معها شركة تمويل ويكون عندي حساب ممول معها شركة تمويل طبيعا الحال ديالي ما عنديش لديك درجة الحسابة الممولة ولكن مع الوقت را الواحد غادي يبقى يعدد شركة تمويل ديالي وباشتل اجاب الله وطحت شي شركة تمويل من قاعد هاد شركة هادو يبقى له شركة اخرين اللي كيدخول منهم من طريب ديالي وما يطحش اونبان واحد الوقت اللي يطوع لذلك كما قلنا الريفيو ولا الخلاصة ديالي هاد شركة هاد من ناحية تقع القوانين زوينة من ناحية الامان وذيك الشراخ دام على رأسها كي تخرج ارباح ولكن الى القاتل كمين تفوت لك باشتباني لك الحساب ديالي را ما غاديشتعط لك غاديتباني لك الحساب ديالي بدونت خير الفونتاج اللي عندي اناية وما عندش بزداف ديال الناس للأسف هو انه زعم عندي ناس اللي كتفرج فيها ممكن الي قوت لهم بالله ودر عندي ناس وهاد المشكل هادا غضي نبرتاجه معاهم ولا ممكن يديروا معايا حل ولكن الناس اللي للأسف عندهم زعم ما غيرت تداول فرما كيكونش عندهم هاد الحل هادا متاح ولكن دراري اللي وقع لكم شي مشكل مع هاد شركة هدي تقدروا تكونتاكتوني في تيليجرام او لفانستغرام ولا باش للقا لكم شي حل معاهم نحاول نتوسلكم مع سيبور ديالهم نهضر معاهم نشوف كيفاش يحلو لكم المشكل ديالكم وانتمنى انه هاد الريفيو هادا يعجبكم ويكون صادق معاكم كان هذا و الفيديو ديال اليوم ضربو لكم وعد حلقة قرآن ان شاء الله دراري درياش بيس